أنا بشوف أن في حاجات فيه نواقص وإحنا بشتغل عليها النادي بشتغل عليها ولكن ماشيين في حدود المتاح وماشيين واحدة واحدة مش مستعجلين هم ولا إحنا مستعجلين ولكن متفقين كلنا على الإطار اللي إحنا فيه والمساحة اللي إحنا فيه خرج الألي والزمالك بالسؤال ده أنديها كتيرة إمكانياتها كبيرة جدا شايف أنها نتائجة على مستوى إمكانياتها لا طبعا فيه أنديها عندها لعيبة كمان حلول فردية لا أنديها كتير مش هتكلم على أنديها مش هقول أسماء ده الحاجة كويسة؟ لا ما أدرش أقول أسماء ما أحبش هتكلم على نادي بعينه عشان ما بقاش بهاجمه أو بس ولكن طبعا فيه أنديها الناس كل أعرف الأمكانيات الكبيرة ولكن المرضود لازم يبقى كم نادي إمكانه كبير خرج الألي والزمالك أربع أنديها خمس أنديها عندهم إمكانيات كويسة جدا ولعبة كويسة جدا وحلولهم عندهم حلول فردية خلي بالك اللي بيعمل الفرق في مصر اللعيب الحل الفردي أكتر في الدوري حل فردي يعني في لعيبة في الدوري حلول الفردية أه طبعا بيحللك أي مواقف هو ده اللي بيعمل الفرق باللعيب والتاني الحل الفردي معها لو أنت بقى اشتغلت كمان مع جماعي الفرقة كلها بتروح في حتة تاني بيرامت واحد منهم؟ أه طبعا كيب سيراميكا واحد منهم؟ بيرامت زي بس مش هقول أسمها تاني بس بيرامت زي بقى لها كتير قوي اللي مفروض لأ يعني يبقى ليها شكل وليها يمكن المسم ده أحسن بداية أحسن بداية بالنسبة للدوري مش الـ أفضل فريب يلاعب كورة مين؟ دلوقتي؟ أه طلع الأهل والزمالك برضو طلع الأهل والزمالك برضو أنا بشوف برضو بيرامت زي بداية كورة كويسين أحسن كورة مترتبين مترتبين يعني أنا بشوفهم مرتبين بداية الهجمة نهاية الهجمة اللعيب ده فين؟ ده بيجري رايح فين؟ الخناعة مع الأهل والزمالك إمكانيات فقط لغير؟ إمكانيات؟ أه يعني عشان تخش تزحيم ومترخم عليهم وتخش في النصر لا مش إمكانيات طبعا أه لا خالص مش الإمكانيات خالص مهما فيه لعيق فيه معه بيرامت زي عندي إمكانيات أعلى من الأهل والزمالك إيه المرضود؟ بص هي الفرق هنا أنا بشوف دايما الفرق في ذاقته جمهور جمهور لأن اللعيب الكرة في مصر لازم يبقى فيه حاجة هو عامل حسابها وعمل عليه ضغط إنت بتخلق حوافز عند اللعيب إحنا أنا أقدر الحوافز اللي أقدر أعمله هناك حوافز مادية ما عندكش حاجة تانية تقدر تلعب على اللعيب فيه إنما في نادي الأهل إلا عنده اللعيب لما بيغلط في نادي الأهل لما بيباص باص غلط ما بيارفش يمشي في الشارع ده ضغط عليه فتاني مطش لقي فلازم يفكر مئة مرة إنه هو يعمل إيه يعمل دماغه الريستارت تاني اللي الدماغه يبدأ يشتغل تاني إنه هو لازم يطور ولازم يحسن نفس طبعا فالموضوع في الأهل والزمالك مختلف من اللعيب لو جالك فلوس قوي من الأهل والزمالك منها حتة في دور جمتاز لعيب اتنين ثلاثة تقول دول لو معايا أنا في حتة تانية لا بص فيه لعيبة بتعمل فرق يعني أنا بالنسبالي من اللعيبة المهمة جدا في الفترة الأخيرة رحمد رفعت عمر كمال عبدالواحد يمكن عمر كمال عاجبني كمال لأنه عمر بقاله أربع خمس سنين شغال في هدوء تام ولكن اللعيب مؤسر جدا لما تجي تلعب لما كنا باللعب المصري في أوقات لا لعيب مهمة جدا أنت رقمت اللي اتنين دول قاضي اللي اتنين دول في الدوري بوجود الألي والزمالك اللي اتنين كويسين جدا جدا أنا بشوفهم لعيبة مهمة جدا في الدولي مصطفى فاتحي لعيب مهمة جدا جدا تكتكيا مهمة جدا فيه النوعيات دي اللي أنا بحس أن هي ممكن تعمل فرق في أندية زيزو زمالك زيزو كمان ميزة يشمال يمين نص ملعب يعني تقدر توظفه في أي حاجة وأي مكان بيتوظف فيه لازم تلاقي ناتج فيه لعيب لما تجي توظفه في مكان غير مكانه ما تاخدش الناتج اللي انت مستنيه زيزو هتخطه في أي مكان في الملعب هتلاقي ناتج هتلاقي ناتج طب فيش لعيب من الألقاء معك لعيب من السلية طبعا السلية طبعا الحمد فاتحي بس السلية أنا بحب اللعب المؤثر هجوميا يعني هتلاقي دايما ميل للحتة الهجومية أكتر شوية قاعدة الناشئين اللي طلعت من الأهلي أو من الزمالك عينك على حد أنا عارف عينك على حد طبعا ها بس مش هناخد حد من الأهلي اه مش هناخد حد من الأهلي ليه يعني طلبنا كذا حد و هوم مش حابين يطلعوا حد نعرفش ليه ليكو ولا والله ما عرف بس طلبنا طبعا يعني احنا بعد المطش بتاعنا بس انتوا كنتوا بحسدوك على العلاقة دي يعني انت ده العلاقة كويسة جدا العلاقة كويسة جدا. العلاقة كويسة جدا. بس انا يعني انا شايف من فترة كده يعني الفكرة ناخد لعيبة من اهل الامور صعبة بالنسبة لها. ونبقى يعني حتى الطلب بقى عزيز اوي مش زي الاول يعني. لو انت مش حابب انا في الاخر استخيل بقى لك هو في الاخر اللعيب بيرجع قوي. مش بيرجع اه. طب اللعيب اللي بيترفض لك بيروح حتى تانية? اه بيروح اماكن تانية. اه يعني العلاقة ما بقتش جيد. مش عارف يعني. مش 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 كده برضو. مش عارف اولا كده. بس اه. في الاخر انا بحس ان الامور ما بقتش سهلة. يعني. بقت فيها شوية اه اه تعقيد شوية. فلوز زيادة شوية. مش عارف. حاجات كده يعني. فبقينا احنا بقينا بالتبعية ما بناش بنطلب بالشكل. مع انك انت حضرت اللعيبة كتير. اه. يعني اكرم. اه. 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 ريان. محمدي احترف برا دلوقتي. انا بتكلم على اللعيبة. انا معظم اللعيبة اللي جات من ندي القاهرة بالعكس. يعني اللعبة كلها. اه.